انتبه اشقال انتبه اشقال سيد رئيس الهيئة فاروق ابو عسكر وواحد من اعضاءها سامي بن سلامة اتفرعيه اهي محاولة للاقصاء خطر اللي اعملت وانتي محاولة اقصاء محاولة اخصاء اكتشاء بالطبع تقولي اختصاصات اختصاصات اتفسر في القانون ونجد هند خلينا من الكلام تعرفوا زملاله كانوا فهمش بث مباشر اني متأكد رايي كل حد يتكلم نص ساع واحد يتكلم نتقفتين قليزي انا نقترح انه كل حد ياخذ ثلاثة دخائق ثم يجاوب مبثل إدارة ثم التعقيب بدقيقتين يبدوا لي نجبوا معناها نحكيوا فيها برشة أشياء ما نشوف نقموا الأصوات يا سيسامي سعكي تكلم أنزل على الوحدة باش يسموك لأنه هام جدا باش يسموك ناس كل لكن زادة من دوري سيسامي فرض الاحترام والمساوات بين جميع الأعضاء الأولوية للأعضاء الجدود سيسامي هذا يريد من أجيام تهي لأنك لكون نخلق بتوقيت من أجيام تهيك نصوتوا عليهم لا سيسامي لحظة مش قرار شنية أولوية أولوية الأعضاء الجدود يعطيوا يعبروا حبوا يعبروا حتىنا نحب نعبروا سيلم منه منصر يحب نعبروا شكوني حبي يأخو الكلمة طبلا سيما حمود وبعد جيك هيك هوا نظام الداخلي بتاع مثبت هايجر هذه هيئة الاتخاذات مش البرلمان عودت اجتماعي شخورك البرلمان هذي والله نتاكد فكروا برلمان كيف فكرتني ياسر بهاك طوى مصباح جينا التسعة بناء على الرسالة اللي تباثتنا والدعوة اللي هي التسعة قلت وعملتوا بلاغ من غادي الغادي رديتوها العشرة اللي هو إجراء غالط استنينيكم للعشرة جيتوا العشرة ونص بديتوا العشرة ونص طوى الحديش ونص وتخلينا اي بيخ كل مرة الاقتضاء جيمة الاقتضاء إذا كان سيد رئيس المجلس عمرك ما يسمح لكش وغير قادر أنك بيش تخدم يا أخوية جيبونا أنسان ينجرن يدير جلد رأينا أي شي ساهدة رأتم سلطة تشريعية سيد رئيس المجلس إذا كان انتي حاجدك من البرلمانة ذاية بيش تاخد الزبدة اللي فيه الحلوة اللي فيه العسل اللي فيه ولا بقية لوحه لا هذا تأخذه برمتي هي بالحلوة Australية وبالماصة الدعوة سيد عبير سيد عبير تسمعني سيد عبير من فضلك سيد عبير من فضلك من فضلك من فضلك مش من حقك تعقب مش من حقك تعقب على زميلك مش من حقك تعقب سيد عبير يكفي من الطريقة تتهديد هذه في تحميل المسئوليات مسئولياتنا نتحملوها وعندما يقع التجاوز للنظام الداخلي في إطار الجلسة أنا أقطع عليك الكلمة أنا حسماً تصور ذو اللي بشيخلتوا على الجماعة أنا نصور شابت بيهم مرسوم ممنوع بثل مباشر لا ذو اللي بشيخلت فيهم مرسوم يبدلوهم براموهم معنات ده ما تفاهموش كل معنات شو أنت خبت ما تفاهمش مع بعضها معنات بالطريقة هذه مازالوا رو اجتماعهم الثاني مع دهما الجماعتين اللي تعاينوا كيف رو معناتها الصورة اللي خرجت يمكن هم حابوا يعملوا بثها رو ما كانش تبثل هذا ما فهمتوش ولكن يمكن هكيا شوية يحبوا شفافية ولكن في التقدير يعطاو معناتها نتيجة عكسية تماماً نتصور إنه برشة وينسل برحة فجعه وخافه يقول كذا هذو ما بشي عملونا الانتخابات الله أعلم الانتخابات كيفش بشجي هو رئيس الجمهورية ما يحملش الحس الزيت عملوا حس مجلس نوابنا هذو ما عملوا حس ربي يستر صالي حطونا كاميرا في القصار خنشوفوا تره الفزات متاع اللي حكيتهم في التسريب نادي عكاشا وزادة اللي حكيت وزادة متاع تأس نسل لا لا بالحق مش كان هنا تونسل كل هكا كاميرا أخرى دي تخلي تونسل يعرفوا بالجداء المشهد السياسي ونسل اللي قاعدين يحكموا فين هكا في الخفاية به برشا كي عملونا بث مباشر كي ما شفنا في الهيئة ما بين الحاجات اللي صار عليها خلافات واللي قالوا سامي بن سلامة البيرح كلام كانت عادة معنا في برنامج موزايك بلوس مع الشيكر مع محمد تليلي المنصري اللي هو واحد من أعضاء الهيئة والحكاية على تغيير الرزنان من الانتخابية يحضروا المديرين هنا واحنا المعاينين والمسؤولين على مصار الانتخابات ما يتمش أعلامنا هذا غير مقبول إطلاقا وانا هاو نحب نقول بحكم تجربتي في الانتخابات الإدارة دورها أنها توفر جميع الوثائق والمعطيات والمعلومات لجميع أعضاء الهيئة باش نجموا يمارسوا مهامهم في كنف الحياد والاستقلالية والنجاعة ما تجمش أنا عضو هيئة نجي حتى السبت ولا حد معنا يا من اللي جينا ما نلقى حتى إمكانية باش نقدم خدمتي ما نلقى حتى موظفي نجم يعطيني وثيقة يقولولي امشي للسيد المدير التنفيذي ولا للسيد رئيس الهيئة عنا تعليمات ما نعطيه حد شيء جايين نعمله أخيهنا جايين احنا باش نسلموا الهيئة مع احترام الادارة الادارة اليوم هي اللي تحكم في الهيئة هي اللي تسير في الهيئة هي اللي تخرج البلاغات يا خيه عنا قداش ما بلاغ اخرجها والسادة أعضاء الهيئة شفتوهم طلعتوا عليهم شو معناها بلاغات عندهم نعيكاسات مالية انتدابات أنا كعضو هيئة ما عندي حتى علم المرسومة معطاوه صلاحيات الرئيس الهيئة لكن معطاوش صلاحيات شوالي ديكتاتور وبشي تعصف على العضاء الهيئة ويقص عليهم الكلمة ويمنعهم من مراقبة شنو يصير في داخل الهيئة يجيبوهنا روزنامة عملها شخص أجنبي يقدموها لنا فيها 10 أيام تسجيل و70 ألف مسجلين يعني هذا ما صارش حتى في عهد سيل منصري هو سيل منصري كان يدخل معاه شكر وحكي على إمكانية وطلب أن تتغير روزنامة الانتخابية السلطة التنفيذية بصفة عامة هي اللي تقترح الاستفتاء وهي اللي معناها قالونيا هي اللي تعمل الاستفتاء لكن ما ننسوش كل وكانه 25 جولية نعفو كله هو صحيح يوم نفتخر به كتواتف كل عيدة جمهورية لكن 25 جولية ما ننسوش في نفس الوقت اللي هو صيف اللي هو عطلة اللي هو مواطني بالخارج موجودين في تونس اللي 25 جولية المواطنيين في الجنوب التونسي رأي 7-7 باحري 50 درجة حرارة شوف التوقيت اللي بيش نخسروه نصوروش واحد معناها بيش يخرج في نصف مهار ومالي ساعة بيش يبقوا مع عملية التصويت معناها بيش تكون تم تأثير كبير على نسبة المشاركة خاصة أنه أني نجاعة أي عملية انتصابية تتقاس بزوز جوانب جانب النجاعة هو ضمان أكثر ما يمكن عدد للمشاركة وكذلك على مستوى المقبولية مقبولية قبول النتائج بصفة العامة هذه كل المقترحات قدمت للرئاسة الجمهورية نحن في منذ خمس أيام تقريبا منذ خمس أيام تقريبا في انتظار التفاعل للمتاع رئاسة الجمهورية مع كل هذه المقترحات كيف رأيكم في أداء الهيئة إلى حد الآن أعضاء مختلفين كل واحد يقول حكاية وما هم متفاهمين وكما شفنا الجلسة العامة البرح اللي كانت مفتوحة للناس الكل تفرجوا فيها مثل اللي يقول من المرسى بدنا نغتفو معتها انطلاقة غير موافقة تماما للهيئة بداية بالتصريحات اللي شفناها وبالي بوست فيسبوك مع البث المباشر اللي صار للبرح هذا ما يطمنش التوانسة على مصار العملية الانتخابية على نزهتها على حسن تنظيمها اليوم اللي الكلام اللي شفناها زيدا رأوا يأكد حاجة أنه رأوا المشكل لاهو في الدستور ولاهو في النصوص فما مشكل في الناس معناتها إذا نواب شعب انتخبوهم التوانسة هذوما وقال لأعضاء لهي القديمة عينهم مجلس نواب شعب هذوما عينهم رئيس الجمهورية ما تغير انتخبهم مجلس انتخبهم مجلسي ما تغير حتى شي اليوم قاعدين نشوفوا في إعادة انتاج نفس الحكاية نفس نتعاركو في التفصيل متع التفصيل اللي سمعت قسم كبير ثلاثة سوية ما سمعتهم مش كله ولكن قسم كبير ما تحسش انه فما رؤية هاو المسار الانتخابي هاو الحياد وين يلزم يكون هاي النزاهة كيفش يلزم تصير هاي المبادئ العامة هاي المهمة متاعنا كيفش نحكيه في التفاصيل والجانب الشخصي اللي ديما يطغى جانب ليجو شبك تجحر لي شبك تكلم فيها هكا شبك تعيط عليها شبك عندك حساسية هذي كل راهو في تقديري ما يطمنش التواصل واضح يا تيك صحة هاي جل بركة لو فيك يا تيك صحة بركة لو فيك